اجدادنا كانوا بيقولوا ان الفراشات هي ارواح لحبابنا اللي فقدناهم بيجوا كل فترة علشان يتطمينوا علينا في الدنيا دوكسو زوجته علامات العجز والشعر الابيض خدت مكانها على وششهم اللي تعبت من اسوة الحياة لدركة انهم ما كانش عندهم وقت يحكوا فيه عن امانيهم لبعض طول فترة جوازهم الزوجة بتعاني من امراض الشيخوها وزوجها بيرعيها قبل ما ينزل شغله كل يوم وصلوا اولادهم ومعاهم الاحفاد المتعلقين بجدتهم اكتر من جدهم اولادهم لما دخلوا ولقوا ممتهم تعبانة بيعتبوا على ابوهم انه مش قادر يراعيها بشكل افضل وكأن دوكب الوحده هم ضيوف عليهم مش كده وبس كمان سابلهم الاحفاد كلهم علشان رايحين رحلة كم يوم لتايلاندا ولما ابنه قاله كنت اتمنى اخدكم معايا الاب مش لاقي سبب مقرع انه ما رحوش معاهم الام بتحاول تسكتوا علشان ما يحركش اولاده بيودع اولادهم علشان الجده المريضة تهتم بيهم وهم بتفسحوا مع زوجاتهم وهم ماشيين بيقولوا البعض رحلة عقلية سعيدة الاب بصوت واطي احنا مش من عيلة دي ولا ايه الام تاني بتسكت جوزها الاب عنده محل في الحي ملكه واللي رافض يبيعه رغم انه هيجيب له فلوس كتير وبيكون عصبي جدا لو حد تكلم معاه في موضوع البيع المحل دي حافته المقربة من جده بتطلب منه يكون هادي علشان هي بتخاف منه لما بيكون غضبان وعايزة تشوفه بيضحك الجد معرفش الضحك فعلا لما الطفلة سألته يعني ايه زكريات قالها يعني حاجات مش ممكن تنسيها حتى لو مرت السنين وهو ماسك ايديها خبطه واحد وكان حيقع وفزع حاول يمسك ايد حافته خوفا لحسن تضيع منه وده خلاه يفتكر لما كان زغير هو واخته ماكسون لما كانوا في بلدهم بيطلب من اخته تمسك ايده كويس عشان ما اضعش منه وباباو مام تقربوا منهم الاب طلب منه ما يبعدش عن اخته ابدا هي مسؤولة منه بسبب الحرب الكورية وهجوم الصنين على البلاد الاهالي سابوا بيوتهم كلها الاب بيطلب منهم يكون جنب بعض ويجروا باسرع ما يمكن السفن الكورية مليانة اسلحة وجنوده وما فيهاش مكان الاهالي وخاصة ان عددهم كبير جدا لكن القائد قرر يتخلص من الاسلحة ويركب الاهالي الكوريين علشان ما يتعرضوش للقتل من الصنين الاهالي بيجروا علشان يركبوا المراكب اللي حتوصلهم للبواخر الحربية دوكسو وقعت منه اخته لكن رجع علشان ياخدها الاب قدر يجمحهم مرة تانية بيحاولوا يطلعوا على حبل الاب شايل طفل والام شايلة طفلة وعلى الاخ الزغير انه يطلع الحبل واخته مكسون على ظهره قال لها احنا مش بنلعب امسكي كويس فيها وخلاص قرر بيوصل بيها بس في حد من وره وهو بيقع وقع الطفلة معاه دوكسو بيحاول يلحقها تقطع كمه فصانها في ايده وهي وقعت في المية وصل على البخيرة ومعه شغل الكم المقطوع الولد بيصر على اخته عايز ينزل يشوفها الاب قلع الجاكت بتاعه لبسوله وقال له انت المسؤول عن امك واخويتك الاتنين لو مرجعتش تكون ابوهم لغاية ما قدر جلكم تاني بعد ما نزل البخيرة بدأت تتحرك من غير ابوهم هم بيصرخوا عليه قال لهم امشوا وما تقلقوش علي هو راح لمصيره والطفل شال حمل اكبر من سنه بسبب الحرب القاسية الامة ومعها الولادة التلاتة قدرت توصل لمحل اعمام الولاد اللي عامة بتلوم على الام ازاي تسيب اخوها للموت دخلت بولادها علشان يناموا بس سمعت عمام السكران دايما بيقول لاخته احنا مش نقصينهم المكان اصلا ضيق علينا الطفل الصغير دوكسوش طعل علشان يساعد مامته وده صديقه ده غو واللي حيرفقه في مشوار حياته وهيتشاركه مع بعض كل ايامهم الصعبة ده الغو بيعاتب عليك جدا مشد حفيته من ايديها بالقصوة دي وشايفه عصبي جدا بس هو عارف ان الظروف الصعبة اللي مر بيها هي السبب انه بقى خلقه دايق بالمنظر ده لانه كان مياه حتى في شبابه وكان عارف انه علين يعلم اخوه وكان محتاج لفلوس عشان جمعته وده خلاه يقدم على شغل في منجن في المانيا واللي هيكسب منه فلوس هتكفي تعليم اخواته اللي اتنين وعده البابا هو مش نسيه ابدا وهيكمل المشوار اللي بدأه هو صحيح كسب فلوس كتير من الشغل في المانجم بس تعبه كان اكتر الشغل كان قاسي ومرهق وكان كتير من الشباب بيتعرض لاصابات وهم مشغالين في يوم استرحته شاف شابة جميلة هي يونغا تشتغل ممرضة ادى وقت لطيف معاها في ايام الاجازات هي كمان كانت سعيدة معاها بعد يوم شاك في المستشفى بتراعي كبار السن وبتغسل الموتى اخر ايامه في المانجم حصل انفجار والنفق كان بيتهد هو وصديقه تحبسوا جوه النفق اللي انهار عليهم لما عرفت صحبتهم راحت على المانجم وقدر زميلهم يطلعوهم بس كانت حالتهم صعبة جدا في المستشفى وهي بتغيرله على الجروح قال لها انه خلاص هيرجع على كوريا علشان مهمته خلصت طلب منها تروح معاه هي رفضت وهو كان لازم يسيب الانسان الوحيدة اللي حباه علشان مسؤوليت اسرته لما رجع على بيته كان اسرته اشتروا بيت كبير بالفلوس اللي كان بيبعتها هو قدر يخليهم صعدة ومرتاحين كلهم وده شيء كان بيسعده جدا انه موفر ليهم كل الراحة بعد ثلاث شهور جات صحبته على كوريا اتفاجئ بيها جدا هي بلغته انها حامل منه لما لمسها ليل تسفره وسط احتفال عيلته وتجوزه ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي عملها في حياته النفسه بعد فترة ما جوز اخو الزغير سمع النخطة عايزة تتجوز وان فرح هيتكلف فلوس كتير وهما خلصوا كل الفلوس اللي معاهم على تعليم جواز اخوه عام السكران بعد وفاة عمته عايز يبيع المحل هو مش ممكن يبيعه ابدا علشان كده قال له انه هو عايش تريه رغم انه معهوش فلوس للخطوة دي ده خلاه يقبل شغل في فيتنام واللي فيها حرب عايزين عمال علشان يشيلوا الاسلحة مامته طبعا رفضت زوجته كمان قالت له حرام عليك تخليني اعيش بقية حياتي من غيرك بس هو ما عندهوش حل تاني علشان جواز اخته وكمان المحل زوجته بتلومه علشان حيروح لمنطقة فيها حرب علشان يعمل حفلة كبيرة لزفاف اخته واني دي حاجة مش مهمة قال لاني ده قدري ألبي طلبات اخواتي زي ما وعدت ابويا راح هو وصديقه وطبعا الخطر طول الوقت حواليهم هما صحيح كسبوا فلوس كتير لكن الانفجرات كانت بتهدد حياتهم كل ديئة بس ربنا بينجيه عشان الخير اللي وهاب حياته علشانه ارسل جواب لزوجته كذب عليها وبيطمنها ويقول لها ان المكان هنا رائع مفوش اي مشاكل وانه كأنه في اجازة سعيدة ودايما بيحمد ربنا انه هو اللي تولد في الفترة الصعبة دي مش اولاده فترة الحرب وانه بيشكر ربنا كل ديئة ان اولاده مش هيعيشوا زيهم ارتاحت لما عارفت انه بخير وهو بيحمل مع فريق الاسلحة الاهالي اللي بتنام طلبوا ينقذوهم ياخدوهم معاهم وكان القرار ليه نزل الاسلحة من على المركب علشان ياخد الاهالي نفس اللي حصل معاه وهو صغير وهم بيركابوا طفل صغير وقعت اخته منه نزل الميا علشان ينقذها علشان الطفل ما يعيش قلم فرق اخته زيه وبعد ما انقذها اتصاب في رجله بتلق ناري ووقع في الميا لكن جندي انقذه زي ما انقذت طفلة ربنا موجود وبيسخر له اللي يساعده زي ما بيساعد غيره رجع على اهله استقبلته زوجته بالفرح لكن لما شافت رجله انه بقى عاجز اتصدمت وانهارت بس هو كان بيطمنها انه هو بخير قدر يجوز اخته ويعمل لها الزفاف اللي كانت بتحلم به لكن التمن كان عاجزه في رجله بقيت حياته مامته كانت ممتنة ليه جدا على تعبه على عيلته اولاده واحفاده بيطلبوه يبيع المحل وبفلوسه يرتاح هو مش ممكن يبيعه ابدا لانه عنده امل ان ابا يرجع في يوم من الايام عليه ويلقوا بعض زي ما قاله قبل ما ينزل عشان يدور على اخته بعد الحرب ما خلصت سمع البرنامج بيجمع الاهالي اللي فقدوا بعض بسبب الحرب راح لهناك علشان يحاول يوصل لبابا او اخته بس هناك اتفاجئ بكمية الناس اللي فقدوا عقلتهم عدد مش طبيعي بسبب الحرب الظلمة لما جيه عليه الدور حكى قصته ازاي فقد بابا واخته وعرض على الشاشة كم الفستان اخته لتقطع منها يوم ما فقدها بعد كم يوم البرنامج بلغه ونفيه مقلمة من واحدة عايشة في امريكا اسرة امريكية متبنياها لما حصل بينهم داخلة قالت انها مش عارفة اسمها الحقيقة بس فاكرا ان اخوها الكبير اخر جملة الاهلا امسكي كويس احنا مش بنلعب الاخ عايط اخيرا لها اخته بعد السنين دي كلها الام كانت بتفرج عليهم في التلفزيون وكانت منهورة مش مصدقة نفسها وصلت اختهم على ممتها ومعاها جوزها امريكي الجنسية واولادها وتجمعوا من جديد والام اخيرا قبلت بنتها وبعد سنة من لقائهم ماتت الام وكانت اتمنى انها تشوف جوزها كمان بس ما حصلش دوكسو قدر يعمل عيلة كبيرة سعيدة حواليه زوجته اولاده واحفاده كلهم صعدة دخل قطه وعايت على بابا وقال له انا نجحت بس المشوار كان صعب علي قوي عايت زي الاطفال وكانت روح بابا جنبه قال له انا عارف ان المشوارك كان صعب بس انت نجحت حتى اكتر مني شكر وقال له قد اي ان هو فخور بي رغم عمره لسه بيعايت على فراء بابا اللي مقدرتش السنين تنسهاله ولا حتى اسرته السعيدة كمان زوجته قالت له انت ليت جوزتني قال لها علشان كنت جميلة جدا ولما سألها نفس السؤال قالت له انا حبيتك من كل قلبي دوكسو قال لها خلاص انا حبيع المحلة علشان اولادي وبص على الفراشة هو متأكد ان ما بابا خلاص مش هيجي تاني وانه في مكان افضل دلوقتي الاب مريضه بيموت طلب من ابنه الوحيد جن ان يراعي اخواته البنات واللي هم من ام تانية ورس الاب كله هيكون لابنه حسب القانون اللي يمنعه من تقسيم الارض على اسرتين وبكده بقت كل الاراضي من حق الولد لكن الاب واللي بيعشق بناته قاله لازم يكون فيه ارباح سنوية من دخل الاراضي للبنات وده علشان يقدروا يعيشوا في نفس المستوى اللي هم عايشين فيه بعد ما مات الاب جون اتكلم مع مامته واللي في طريقه علشان تستلم ورس ابنها كان ليها رأي مختلف ان اخواته مش هيحتاجوا المبلغ كبير وده علشان مش هيكون عندهم خدم زي زمان وقالت له كمان هم يعني هيحتاجوا الفلوس في ايه فضلت وراه لغاية ما اقتنع بكلامها هو اصلا عنده استعداد ان يزلم اخواته البنات البنات التلاتة ومامتهم عايشين في قصر كبير الاب كان موفر ليهم كل سبل الراحة لكن ده كله هيوضع اخوهم ومامته دي ده شود الاخت الكبيرة واللي اتكلمت مع العاملين في القصر واعتذرت لهم قالت لهم يشوفوا شغلة تانية علشان مش هيقدروا يدفعوهم الفلوس كل شهر الام حزينة جدا على جوزة وعلى حالها وعلى حال براتها والمشكلة الحقيقة ان هم ما عندهمش مكان يروحولوا ماريان الاخت الوسطانية بتهرب بحزنها بالعصف على بيانه البنت الزغيرة بقى مارجريت مستخبية طول الوقت ومش لايا سبب مكنع علشان تسيب بيتها ده شود قالت لها ان البيوت تورس للابن بس مش للبنات وان احنا عشان كده حنمشي ونسيب البيت لكن طبعا برضو هي مش مقتنعة وده يخليها تبدل مستخبية من الكل وصل الاخ ومامته عشان يستلموا القصر مامة البنات كانت في شدة الحزن لكن الزوجة الاولى فاني على الفطار طلبت تاخد قدة البنت الزغيرة وده عشان اخوها ادوارد اللي جاي من السفر قالت لهم ان انتوا كده كده حتمشوا من البيت فمفيش مشكلة لناخدها من دلوقتي اخوهم بيسمع الكلام ومش فارق معاه الظلم اللي بيحصل لاخواته هو ضعيف جدا قدام مامته قدام رأيها وصل ادوارد اخو فاني الزوجة الاولى للاب وكان انسان محترم جدا اول حاجة رفض ياخد قدة مارجريت البنت الزغيرة وكان لطيف معهم جدا ومقدر حزنهم على باباهم وكمان على وضعهم الجديد لكن فاني استولت على كل حاجة كل حاجة في القصر ادوارد اخد باله ان مارجة البنت الزغيرة مستخبية طول الوقت الطفلة واللي اخترت الطريقة دي علشان ترفض اللي بيحصل حواليها لكن هو قدر يخدعها بخدعة بسيطة جدا وده لما عمل نفسه مش عارف في الخريطة حاجة وهي طفلة زكية جدا ساعدته وطلعت من تحت بمنتها الحماس وتتكلم معاه داشت الاخت الكبيرة كانت مرتاحة جدا لانه يقدر يخرجها من مكانها حتى ان الطفلة مارجت بتلعب مع ادوارد وبطلت تستخبى خالص الشيء اللي لفت نظر داشت وزاد اعجابها بيه علاقتهم اتحسنت وعرفوا بعض اكتر ادوارد البنات التلاتة ومامتهم كانوا بيحبوه الام حاسة انه عريس مناسب لبنتها الكبيرة طبعا الشيء اللي ازعج فاني جدا انزعجت طبعا ان اخوها ممكن يجوز بنت فقيرة وان ده شيء غير مسموح في العيلة الام حزينة جدا على بنتها اللي بقوا يعتبروها فقيرة وده بعد ما كانت من الاغنياء اللي كل يتمنيها طبعا الام قررت تمشي بعد الاهانة دي من الزوجة الاولى وعلى العشاء بلغوهم ان هما لقوا كوخ صغير بسيط حيتنقلوا ليه ادوارد شايفهم يفضلوا هنا لكن طبعا زوجة الاب مكانش عجبها الكلام حتى ان هي قالت لهم الكوخ الصغير حاجة جميلة جدا وانيق طبعا كلهم فهموا الرسالة ان هما مش مترحب بيهم في البيت ومستعجلة على مشانهم ادوارد بيحاول يتكلم مع ده شود لكن فاني طول الوقت حواليه لانها عرفت ان هو معجب بيها خرجت الاسر من اسرهم البنات التلاتة وممتهم اتنقلوا من الحياة الفخمة لحياة بسيطة حياة بسيطة جوا الريف وصلوا للكوخ واقفين على الباب مصدومين من بساطة البيت لكن ده البيت اللي يقدروا يدفع اجاره البيت بارد جدا الام بتبص على البناتها التلاتة وحزينة جدا على تغيير حالهم حتى ان هما بقوا يعملوا كل حاجة باديهم عكس الاول واللي كان فيه عاملين بيساعدهم طول الوقت دي السيدة جنين سوجوزة واللي وفروا ليهم السكن الجديد هما كمان جرانهم وبيحبوهم جدا وهم دايما بيستضفوهم في قصرهم مريان البنت الوسطانية وهي بتعزف على البيانه دخل عليهم جارهم جارهم برندون واللي اعجب جدا بيها اتعرف عليهم وقضى وقت معهم في القصر السيدة جنيس صاحبة القصر كانت شايفاهم صنائي جميل لكن مريان مش معجبة بيه خالص بالعكس كانت بتصده طول الوقت هو كان محترم جدا كان بيقبل رفضها لانه عارف ان اكبر منها في السن خرجت مريان ما اختار زغيرة مرجيت بيت ماشه لكن الجو كان سيء جدا وقعت مريان على الارض ولوت قدام حد بيساعدها شاب وسيم جدا واللي اخدها على البيت مريان اعجبت بيه لدرجة انها مش قادرة تخبي مشاعرها الحقيقة ان الاسرة كلها اعجبت بالشاب الشاهم تاني يوم كانوا في انتظاره لكن جيه برندون واللي مرحبتش بيه مريان خالص لكن لما جيه ولوبي الشاب الوسيم كانت سعيدة ومبتسمة الام والاخت الكبيرة طول الوقت بيحاولوا يزبطوا دخلهم القليل على مصارفهم الشيء اللي بيخليهم يستغنع على حاجات كتير من الاساسيات في حياتهم زي انهم استغنع اكلات كتيرة بيحبوها مريان عايشة منطلقة مع ويولوبي الشخص اللي كل ما بيحبهوش لانهم عارفين ماضيه ورغم اعتراض اختها على وجودها معاه طول الوقت لكن هي دايما بتعمل اللي يسعيدها ويشاف ان هي السعادة معاه مريان كانت منتظرة منه يطلبها للجواز لكن حصل العكس انسحب من حياتها من غير سبب ويسافر من غير ما يقولهم اي حاجة انهارت مريان والام كمان حزنت جدا على بنتها اللي دبلت من الحزن وهم في قصر السيدة جينيس قابلت لوسي داشون وكان كلامها مفاجأة لها لوسي قلت لها ان هي وقدرت بيحبوا بعد من خمس سنين وان هم تقريبا مخطوبين ومتفقين على الجواز داشوت مش مصدقة او مصدومة بس هي كده عارفت ان هو ليه ما جاش يزورهم لغاية دلوقتي السيدة جينيس عرضت عليهم انه يتخذهم معهم لندن داشوت ومريان وكمان قربتها روسي طبعا كلهم كانوا صعدة جدا الا داشوت اللي خسرت حبها من اللحظات لما وصلوا على لندن كانت مريان متوقعة انه ولو بيجي زورهم لكن ده ما حصلش انتظرت كتير من غير اي فايدة واللي جيلي زيارتهم برندون رغم انه عارف انها بتحب واحد تاني في حفلة كبيرة للعقلات فاني كانت موجودة وطبعا منعت ادور ان يكون موجود وده علشان ما يشوفش داشوت لكن هي بعد ما عرفت انه مرتبط خلاص ما عنداش اي امل ان يكونوا مع بعض في نفس الوقت اختها مريان عرفت ان حبيبها لوبي خطب بنت غنية جدا عكسهم تماما هم اللي بقوا عيلة فقيرة بعد مطببهم انهارت وخاصة بعد ما ارسل لها جواب انها فهمته غلق وانه ما وعدهاش باي حاجة اخوهم طبعا بيسمع اخبارهم زي الغريب عرف ان العرسان بيهربوا منهم ساب فقرهم لكن الحقيقة طبعا هم صعبانين عليه وشايفهم كده حيعنسه لان العريس عايز بنت غنية براندون لما سمع اللي حصل راح للاخت الكبيرة علشان يقف جنبهم لكن عرفها ان كده احسن لها وانه يلوبي شخص سيء جدا وانه كان على علاقة ببنته وحملت منه ولما عميته ومنعته من المراس اضطر يخطب واحدة غنية عرفها انه هو شخص استغلالي ادوارد كمان جيه علشان يتطمن عليهم بس اتفاج بقود لوسي معاهم داشت عملته بمنتها البرود وهو حس وفهم ان هي عرفت كل حاجة اضطر يمشي بسرعة ومعا لوسي طبعا مريان الاخت الوسطانية مردت بشدة وكانت بتموت حتى ان الدكتور بلاهم يكونوا جاهزين لأي خبر الحقيقة انها كانت مستسلمة للموت بعد ما خسرت حبها اختها كانت حزينة عليها جدا وعلى مرضها وما كانش معاها غير براندون واللي ما بيتحركش من على باب القوضة حزين عليها طلب من داشت تقوله اي حاجة يعمل عشان ينقذها كان بيتقلم عليها جدا قاتله هي محتاجة لمامتها طبعا خرج على طول عشان يروح يجيبها لها والصبح لما وصله كانت مريان بتتحسن الشيء اللي اسعده جدا ولما فائت شكرته كان بيقضي وقت طويل جنبها علشان تستعيد صحتها وترجع عليها الابتسامة من جديد على وشها مريان بدأت تحسي بيه وقديه وحنين ولطيف معيها حتى انه لما قالها انها يسافر عشان يشوف شغله اتضيقت جدا بدأت تنسى حبها وتحس انها اديت له اكتر مما يستحق وانه هو كان غلطة في حياتها بعد ما عرفت قديه هو انسان مستغل براندون ارسل لها هدية هو مسافر بيانه جميل جدا هو مش ناسي اول مرة شافه هي بتعزف وجمالها واللي لفت نظره مريان كانت سعيدة جدا بالهدية ورجعت تعزف من جديد الامة وبناتها التلاتة اتغلبوا على ازمتهم اتغلبوا على ازمتهم بوجودهم جنب بعض ومريان قدرت هي كمان تتخطى حبها وترجع تحلم من جديد ادوارد وصل على الكوخ وقال العيدة ان نلوسي سابته لما شافت اخوه وتجوزت اخوه داشوت لما سمعت عياتت من الفرحة هديها وقال لها ان هو بيحبها وان نلوسي كانت علاقة وهم صغيرين قال لها ان هو عرف الحب الحقيقي معيها طلب منها يتجوزه طبعا وفقت الكوخ البسيط مليان فرحة لكن كان فرح براندو ومريان واللي تجوزه بعد جواز ادوارد وداشوت اخيرا الاسرة رجعت الفرحة ليهم من جديد لكن طبعا فيه اللي اختار غلط زيه ولوبي واللي بيتفرج على سعادتهم من فوق وفاني اللي فاشلت تبعد اخوها عن حبه الامة تطمنت على مراتها الاتنين اللي قدروا يتغلبوا على ازمتهم وقصفت اخوهم عليهم العيلة بسبب الحب قدروا يعيشوا السعادة الحقيقية